ملعب كابل لكرة القدم عام تسعة وتسعين عدالة طالبان الوحشية ولكن في ذلك اليوم شكلت حادثة صدمة للأفغان أنفسهم حيث صورت سرا امرأة تساق لتنفيذ حكم الأعدام بها حتى حارسة السجن التي كانت تجلس إلى جانبها أصابها الرعب ماذا يمكن للناس أن يقولوا؟ كان الناس يعرفون أن الطالبان متوحشون كانوا يخشونهم أنا خائفة حتى يومنا هذا كلما حدث شيء ما أصابوا بالرشفة أخبرتنا بأن تلك المرأة كانت أما لسبعة أطفال وكانت في الخامسة والثلاثين لم تكن تعرف أنها ستعدم ظلت أنها ستجلد مئة جلدة وبعدها ستخرج من السجن تم استجوابها سرا ومعاقبتها أمام الملأ يريد الفريق اكتشاف القصة الحقيقية لتلك المرأة وراء البرقع فبدأ البحث في كابل المدينة التي عاشت فيها المدينة المحطمة على مدى عقود من الحرب الأهلية يقاد الفريق إلى هنا حيث ملفات محكمة طالبان العسكرية المتهمون والمحكمون بعد شهرين من البحث عثرنا على دليل آخر من أرشيف مجمع سجن الولايات وجدنا ما كنا نبحث عنه صورة المرأة على لائحة اتهام الشرطة هذه متهمة بالقتل هذه الصورة غير الواضحة هي أول لمحة نراها لتلك المرأة تحت الحجاب اسمها زرمينة لائحة الاتهام تشير إلى أنها قتلت هذا الرجل ألزعي ألودين إنه زوجها وهو رجل شرطة يتطلب الأمر شهرا للعثور على مسرح الجريمة إنه مجتمع يرتكز على العلاقات القبلية القديمة وهو منغلق على الغرباء لكن ما إن تصبح داخله حتى تجد أن الجميع يعرفون عن الآخرين كل شيء تقودنا الدلائل إلى منزل زرمينة في شرق الله وجارهم يعرف المنزل جيدا هذه غرفة النوم حيث حصلت الجريمة خدر ألوزاي وضرب على رأسه بمطرقة تزين خمسة كيلو جرامات بينما كان نائما في هذه البئر تم إلقاء السلاح الجريمة وهو مطرقة لكن لم يعثر عليه أبدا أخذت زرمينة من منزلها إلى سجن مدينة كابل حيث سجنت مع طفليها التوأمين الحديثي الولادة هذا اعتراف زرمينة الذي تقول فيه إنه يوم وقوع الجريمة اكتشف زوجها أنها زنت قال إنه سيذهب في اليوم التالي إلى طالبان وسيرجمونني حتى الموت كنت خائفة تلك الليلة فضربته بمطرقة على رأسه كانت الساعة الواحدة ونصف مساء عندما قتلته رانا سعيد هي محققة الشرطة التي استجوبت زرمينة ليلة اعتقالها في السجن اعترفت زرمينة لها أخبرتنا بأنه حين كان زوجها يعود إلى البيت مرتين فإنها كانت تتعرض للضرب مرتين كان يضربها باستمرار هي وأولادها وكان يشب الخمور ويدخن الحشيش الكل يعرف ذلك حارسات السجن كنا يعرفنا مدى قسوة زوج زرمينة شهلبان كانت الحارسة الأكثر صلة بزرمينة فقد كانت معها منذ أن وصلت إلى السجن هذه زنزانة زرمينة كان عمر الطفلين ستة أشهر عند مجيئها إلى هنا هنا كانت تنام أمضوا ثلاث سنوات في هذه الغرفة لقد عانت توأماني في السجن كان الوضع سيئا لأنهم أحيانا لم يحصلوا على الطعام فالكمية كانت قليلة بالنسبة إلى ثلاثة أشخاص لم يحصل على ما يكفي من الطعام للنمو بعد ثلاثة أعوام أصبح الأطفال هنا ينالون تغذية أفضل أريد أن أعرف لما هنا موجودة هنا لكن العديد من النساء هنا تم اعتقالهن لأسباب تعتبر بالنسبة إلى الغربيين اعتداءات تافها لقد انتهى حكم طالبان لكن الحكم الجنائي لم يتغير هذه الفتاة المراهقة مسجونة مع ولديها وسبب وجودها هنا غير محدد لقد استقلت سيارة أجرى بمفردها فسلك السائق طريقا فرعيا بدأت بالمقاومة والصراخ فرمبي خارج السيارة وابتعد حطم السكان المحليون سيارته وأمسك بنا كلينا إنه يبتهمني الآن بأنني طلبت منه النقود الرجل يصدق عادة أكثر من المرأة والجميع يظن الآن أنها زانية ماذا فعلت؟ كم عدد رجال الذين عشرتهم؟ لقد عشرت ثمانين شخصا هل نسيت أن تقول ذلك؟ لا تكذب قولي الحقيقة قولي إنك عشرت ثمانين شخصا وأنهم أمسكوا بك مع أحدهم هنا يمكن شراء الحرية بالمال وهذه الفتاة التي أدخلت السجن بسبب عراق يمكن أن يطلق سرحها إذا وجدت النقود ستدفع المال وتوافق على فعل أي شيء لكنني لا أستطيع أن أرغم نفسي على فعل ذلك ستحاول صديقتها تدبير المال أما بالنسبة إلى زارمينة فقد كان من الممكن أن ينقذ المال حياتها وسط الفوضى التي تعم كابل فإن أرشيف المحكمة العليا منظم يبحث الفريق عن الحكم الذي صدر بحق زارمينة ها هو هنا بعد ثلاث سنوات من تنفيذ الأعدام بحقها ينص على إمكانية احتفاظ زارمينة بحياتها إذا دفعت لأطفالها السبع المال لتعويضهم عن فقدانهم والدهم مبلغ ثمانية ألاف دولار أرادوا منها أن تدفع مقدما مبلغا من المال أو تقدم عقارا ما لكن زارمينة لم تكن تملك النقود وعائلتها لم تساعدها في ظل القانون الأفغاني كان ذلك يعني أنه يجب إعادة النظر مجددا في قضية زارمينة هذه المرة بمجموعة جديدة من القضاة الذين هم أطفالها غالبا ما كان يرغم الأطفال على المشاركة في النظام القضائي لطالبان حيث يجبرون على مشاهدة تنفيذ حكم الأدم أحضر أطفال زارمينة من قبل عمهم شقيق ألوزاي والدة زارمينة كانت شاهدة على ما حدث رفضت أن تصور لكنها وافقت على إجراء مقابلة لقد رأت ما فعلوه بالأطفال عندما أحضروا الأطفال كانوا قد ضربوهم مرارا ليقولوا إن أمهم قاتلة كان الأطفال خائفين ويرتجفون قالوا لا يمكننا قول هذا أمنا ليست قاتلة هو لم يجلب الأطفال الكبار بل فقط أحضر الصغار الأطفال بمن فيهم جواد الذي كان يبلغ من العمر سنتين يسجل كأحد المدعين على زارمينة في سجلات المحكمة لكن زارمينة أخبرت سراً إحدى الحارسات أن أحد أطفالها ساعدها في قتل والده سألتها بحذر كيف قتلت زوجك فأجابت في الواقع أنا لم أقتل زوجي ابنتي هي التي قتلت أما أنا فتحملت المسؤولية لأن ابنتي صغيرة جداً ولا أريدها أن تدخل السجن لم تذكر زارمينة شيئاً عن ابنتها أولادها أدنوها وكانت عاجزة عن دفع المال وهي الآن تواجه تهمة جديدة الزنا كشفت الشرطة عن تقرير سابق حول زارمينة يعود إلى خمس سنوات خلت فخلال الحرب الأهلية عبرت زارمينة الخطوط الأمامية للجبهة لإحضار الطعام ولكن ألقي القبض عليها سنوذ الأفغان اختصبوها وحكمت المحكمة دون حضور زارمينة بأنها الزانية عديمة الأخلاق قتلت زوجها ويجب أن تموت المل عمر زعيم طالبان وقع شخصياً على قرار الأعدام في الليل أذيع خبر أعدامها عبر المذيع وبأنها ستعدم في اليوم التالي الساعة الثانية بعد الظهر عندما سمعنا الخبر بكينا جميعاً حتى الصباح جاءت أمها إلى الباب وكانت تبكي قلنا لها ألا تبكي وألا تعلمها بخبر أعدامها فتوقفت عن البكاء ثم أدخلناها فقالت لي زارمينة أن تذهب وتستعد لأنها ستجلد اليوم ومن ثم سيطلق سراحها لم تكف عن سؤالي قائلة لابد من أنك تعرفين حقاً إن كنت سأجلد أو سأعدم فكنت أكرر لا زارمينة ستجلدين فقط سيقت زارمينة من السجن برفقة حارستين إلى ساحة ملعب كابل كانت شاهلبانو إحدى المرأتين الجالستين في مؤخرة الشاحنة كانت سعيدة لم تكن تعلم بأنها ستعدم ظنت أنها ستجلد ويطلق سراحها كنا حزينات جداً وكنا نتبع الأوامر لم يكن باستطاعتنا فعل أي شيء كان القاضي يعلن حكم الإعدام وعندها فقط علمت بالأمر علمت بأنها ستعدم عندما كانت في الشاحنة يحكم على هذه المرأة بالعقوبة القصوى أي الإعدام بمعنى آخر إنهاء حياتها لم تستطع السيطرة على نفسها فقدت القدرة على الوقوف وتخدرت قدماها كان على شهلبان أن تساعد زرمين على السير فجأة رأيت رجلاً مقنعاً من طالبان يرفع بندقيته فشعرت بالخوف وهربت حاولت زرمين الوقوف حيث هيئ البندقية لإطلاق الطلقة الأولى ثم أجلسوها مجدداً وعندها رأت الجلاد الذي سيعدمها عندما أطلقوا الرصاصة الأولى ارتد رأسها إلى الخلف لكن عند إطلاق الرصاصة الثانية وقعت على ظهرها أمام الآلاف ماتت وحيدة تركت وراءها سبعة يتاما ولكن أين هم؟ البحث عن أطفال زرمين يبدأ في كابل تلك المدينة غير المستقرة والتي تعمها الشائعات كان ذلك برميل بارود انفجر فجأة لكن الحرائق هنا تصبح هجوماً بالقنابل مراكز طالبان هي مواقع متفجرة ومراكز لتقاطع المصالح إن تحديد مكان أطفال زرمين السابع لن يكون بالأمر السهل أخذ منها اثنان في اليوم الذي أعدمت فيه ويقال إن الخمسة الآخرين وزعوا بين الأقارب أطفال زرمين في مكان ما هنا يقال إنهم قد يكونون يبحثون عن طعامهم بين النفايات أو مشردين يتطلب الأمر وقتاً لإيجاد مدخل إلى العالم المنغلق والخاص بالعائلات الأفغانية لكن المترجمة المحلية مينة ستقوم بالمساعدة إنها تعرف المسموحات والمحاذير هنا تقول قريبة إن بعض الأطفال قد يكونون تحت رعاية عمهم لكن كيف السبيل للعثور عليهم؟ هناك ما يمكن أن يرشدنا إلى شقيقة زوج زرمينة النساء يرغبن في الحديث إلينا لكننا لا نريد التسبب بالمتاعب بتصويرنا علناً توافق شقيقة زوج زرمينة على التحدث إلى شقيقها عم الأطفال لكنها لا تستطيع أن تعيدنا بشيء عائلة زرمينة كانت أقل تعاوناً فقد شب نزاع مع العم فيما يخص الوصاية على الأطفال بالإضافة إلى أنهم نقلوا مكان سكانهم يبدو أمر العثور عليهم شبه مستحيل استحبنا أحد الأقارب على مضض إلى منزل ما إنه منزل شقيقتها لقد بقي بعض الأطفال مع أقارب زرمينة خلال أعوام سجنها الثلاثة قد يكونون هنا شقيقات زرمينة يعلمنا بشأن اثنين من الأطفال ابنتها الكبيرتان اللتان كما يقولون زوجهما عمهما لكنهن على علم بسر ما إنه المكان الذي دفنت فيه زرمينة لقد حطمت جمجمتها وملابسها مدمات إنهم لم يغسلوها لأنها ماتت بطريقة شائنة فيما بعد تقنع شقيقة زوج زرمينة شقيقها الوصي على الأطفال بأن يتعاون إن لم يكن يعرف مكان الأطفال فليس هناك مكان آخر نبحث فيه المنزل مليء بالأطفال لكن من هم لمن ينتمون زوج زرمينة المتوفى ألوزاي ينظر من الصورة التي على الحائط إلى بعض أطفاله هذه بيبي إنها في العاشرة من عمرها واسمها يعني سيدة المنزل جواد في الخامسة صغير الحجم بالنسبة لعمره كان أحد التوأمين الذين احتجزا مع والدتهما في السجن ويوم أعدمت أخذا منها فتى يعد شاي إنه ابن زرمينة هواد في الثالثة عشرة من عمره قيل لنا إنه الأكثر شبها بوالدته أصبح ثلاثة من أطفال زرمينة جزءا من عائلة عمهم الآن بيبي هي خادمة المنزل جواد يساعد شقيقه هواد في رعي الماعز يقول العم إنه لا يستطيع أن يسامح زرمينة لأنها قتلت شقيقه في الواقع ليس لي الحق في مسامحتها هذا حق الأطفال فهم الورثة ولست أنا أنا الشقيق لقد أخذ برأي الأطفال في كل قرار ثم قررت المحكمة لم يأتي القرار على عجل فكانوا يسألون الأطفال بأن هذه أمكم فهل تسامحونها؟ كان الأطفال يجبون بالنفي ويقولون لقد قتلت والدنا ويجب أن تعاقب العم يرين صورة الإبنة الكبرى نجيبة قالت محققة الشرطة إن زرمينة قد تكون قد تسترت عليها بأنها هي من وجهت الضربة إن كانت زرمينة قد قالت ذلك فلابد أنها ذكرت ذلك في مرحلة ما من التحقيق وإن كانت الشرطية قد أخبرت بأن نجيبة هي من قتلت فبما أنها شرطية كان عليها أن تفعل شيئا نجيبة ليست في كابل ففي أثناء وجود زرمينة في السجن رتب العم أمر زواجها بهذا الرجل كانت في الخامسة عشرة من عمرها لقد دفع للعم ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار مقابل نجيبة أي ما يعادل راتبا لخمسة أعوام في أفغانستان كانت نجيبة مع زرمينة ليلة وقوع الجريمة إنها شاهدة لكن عمها قلق بشأن حديثها معنا فقد يطلقها زوجها إذا تحدثت إلى غربا بشأن والدتها سيصطحب العم الفريق إلى قرية نجيبة شرط أن يخفو هويتهم إنه على أي حال يجب أن يذهب إلى هناك كي يدعوها إلى زفاف عائلي تعيش نجيبة مع زوجها في قرية تبعد حوالي ثلاث ساعات جنوبية كابل قد يثير الغرباء الشكوك هنا ولحماية نجيبة يرتدي الفريق البرقع وبما أنهم ضيوف العم فيعملون كأفراد العائلة نجيبة هي الزوجة الثانية يسمح له بالزواج من أربعة وعليها أن تطيع أوامر الزوجة الأولى النساء يقولن إن نجيبة خادمة البيت إنها تعرف ماذا حدث ليلة مقتل والدها لكنها لا تستطيع الكلام على انفراد ضغط عليها لكي تأتي إلى كابل لحضور زفاف ابنة خالها قد تستطيع الكلام هناك لكنها بحاجة إلى إذن زوجها لمغادرة المنزل ليس هناك ما نقوم به الآن سوى الانتظار عودة إلى كابل حيث ابنة أخي زرمين على وشك أن تتزوج يقال إن اثنين من أطفال زرمين قد يكونان هنا منع الطالبان النساء من الغناء والرقص خوفا على عفتهن التي يجب أن يحتفظ بها للرجل كل ذلك قد تغير الآن لكن حتى الآن تتعرض النساء للموت أثناء الولادة أكثر من أي مكان آخر فهناك احتمال موت طفل واحد من بين كل أربعة أطفال قبل سن الخامسة بيبي وهواد وجواد جميعهم حاضرون في حفل الزفاف بالإضافة إلى اثنين آخرين من أطفال زرمين ميلاد هو شقيقهم في الحادية عشرة من عمره وتوأم جواد سلسلة هي أيضا أمضت طفولتها المبكرة مع زرمين في السجن وهي أيضا أقل حجما من عمرها إنهم يمررون على الأقارب في الصباح التالي نعلم بأن نجيب وصلت إلى كابل لحضور حفل الزفاف لكن زوجها معها لذا لا يمكنها التحدث معنا على انفراد المترجممين تحاول ترتيب موعد دون علم زوجها فتوافق نجيب على لقائنا لاحقا في صالون للتجميل صالونات التجميل التي كانت ممنوعة أيام طالبا بدأت الآن تنتشر بكثرة في شوارع كابل هذه هي الفرصة لسؤال نجيب حول ما حدث حقا ليلة وقوع الجريمة أحدهم أخبر والدها بأن زرمين عاشرت رجلا آخر أخبرتها بأنه سيقتلها إن هي ارتكبت عملا خاطئا وبأنه سيضربها بعصا غليظة لأننا أفغان فأجابتني ماذا علي أن أفعل إن جسدي يرتجف من جهة كنت أقول لنفسي فليقتلها والدي فهي تمارس الزنا ومن جهة أخرى أردت مساعدتها لأنها أمي نجيب تذكر ما حدث ليلة الجريمة رأيت والدتي تسير في الباحة وكانت متوترة دخلت المنزل وتحدثت معنا ثم آوت إلى فراشها كانت الساعة تناهز الواحدة أو الثانية ليلا عندما أيقظتني والدتي قائلة إنهاضي والدك غارق بدمائه كان جليا أنها ارتكبت الجريمة بنفسها عندما رأيته غارقا بدمائه فقدت السيطرة على نفسي وأصبت بالهستيريا فهرعت إلى أمي وأمسكتها من شعرها وصرخت أكان من الضروري أن تفعل ذلك وتجعليني يتيمة كان بإمكانك الاختفاء وحسب قالت إنها ستذهب لاستدعاء طالبان فقلت إنه لا يمكنها أن تفعل ذلك أجلستها وأحكمت إقفال الباب أخبرت زرمينا حارسات السجن بأن نجيبة ساعدتها في ارتكاب الجريمة فنجيبة هي التي سددت الضربة القاضية هل كانت الجريمة مخططا لها؟ هل كان لأمها شركاء؟ لا لا ارتكبت ذلك الفعل السيء لأنها كانت تخاف من أن يقتلها والدي لهذا السبب كانت قلقة لقد تخلصت منه نهائيا لكي ترتاح منه إلى الأبد يصوب تحديد رواية من هي الصحيحة إن لمين الشجاعة أن تتحدث نجيبة بصراحة فهي هنا منذ ساعة فقط لكنها فزعة جدا بشأن زوجها إنها تغادر إلى منزلها بسرعة فائقة فزوجها لم يمنح الإذن بمغادرة المنزل مين تعود برفقة نجيبة لمؤازرتها كانت محقة في قلقها إذ كان زوج نجيبة شاحبا كان ينظر إلي كوحش مفترس وكأنه يريد التهامي أراد التهام أو قتل بهذه الطريقة ماذا سيحدث لها الآن برأيك؟ قد يضربها وقد يطلقها ولكن علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك هذا أمر خطير لأن المرأة المطلقة قد ينتهي بها الأمر في أن تستجدي على قارعة الطريق سيطلقها إذن لأنها ذهبت إلى السالون دون علمه بالأمر؟ نعم، ولأنها ذهبت دون استئذان زوجها يبدو لي أن نساء هنا يعشن في خوف دائم نعم، بالتأكيد لا يسمح لهن بشرب كوب من الماء دون إذن من أزواجهن في المنزل نلتقي نجيبة حيث يقول أفراد العائلة إنها عوقبت بسبب المقابلة التي أجرتها في سالون التجميل لن تنضم إلى العروس التي تحتفل في الخارج من الطبيعي هنا أن تتزوج الفتاة برجل لم تلتقيه من قبل ومن الطبيعي أن يتحدث نيابة عنها في المحكمة وأن تكون كلمته هي الفصل فبإمكانه أن يطلقها إن لن تنجب له الأطفال أو أن يحتفظ بها كخادمة ويتزوج بأخرى تم تقف أثر جميع أولاد زارمينة التوأمان جواد وسلسلة الذين يبلغان الخامس من العمر بيبي في العاشر من عمرها ميلاد في الحادية عشرة من عمره ابن زارمينة البكر هواد وابنتها الكبرى نجيبة جميعهم موجودون عدى واحدة هي بصيرة آخر مرة رأاها فيها إخوتها كانت قبل ثلاث سنوات عندما بيعت لكي تتزوج بصيرة بيعت لكي تتزوج قبل موت زارمينة لا يمكن الوصول إليها فهي في مكان ما في البلاد عمها يرفض أعلامنا بمكان وجودها فهو لم يخبر زوج بصيرة بشأن زارمينة التي تسببت بفضيحة للعائلة حاليا الطريق مسدود اختفت بصيرة بين صفوف النساء الأفغانيات المجتمع هنا ما زال محافظا لا يسمح للنساء برفع براقعهن يتبع فريقنا المترجم مينا إلى السوق إنها إحدى النساء القلائل اللواتي لا يرتدين البرقع الجميع يقول إنه أمر اختياري لكن حتى المخرج ليست محصنة ضد العدالة القاسية لقد اعتدى علي أحدهم بالضرب لقد ضربت ضربت بقوة لقد مرت بمحاذاة جندي قبل قليل قام بضربها على ظهرها بكعب سلاحه وقد رأته قبل ذلك يضرب مرأة على صدرها فعدم ارتداء البرقع له جزاء لقد حدث بعض التغيرات فبعض النسوة بدأنا يعودنا إلى الجامعة صديقة مينا نجيب أسيد انتظرت سبع سنوات لتعود إلى هنا وتحقق حلمها بأن تصبح طبيبة لكن زوجها لا يريدها أن تدرس لذا فهي تريد الطلاق وقد تسبب ذلك بأن يهددها شقيقها بالقتل اشترى بندقية وقنبلة يدوية وقال إنه سيقتل والدي أولا ثم يقتلني كما قال إنما كان المرأة بيتها أو المقبرة ولا حاجة للمرأة بالعلم قد يسمح للنساء بالدراسة لكنهن ما زلنا يخضعنا للتقاليد الجريئات فقط يخرجن من دون برقع إنهن خائفات فقد راجت قصص حول أشخاص سيرمونهن بالأسيد الحارق إن لم يرتدين البرقع هناك شائعات حول مهاجمة النساء بالأسيد الحارق في قندهار ثاني مدينة أفغانية والتي تبعد ثلاثمائة ميل جنوبا قرر الفريق الذهاب إلى هناك في عهد نظام طالبان السابق تسبب الأمريكيون بما يكفي من الأضرار فقد تحول مقر الشرطة الدينية هذا إلى أنقاض إنهم يطيرون الطائرات الورقية هنا حيث كان ذلك محظورا في السابق ولكن لا تزال هناك بعض النسوة في الشوارع يوجد هنا الكثير من المؤيدين لطالبان الذين لا يرغبون في عودة النساء مكتوب هنا لا تلجأ إلى المجلس الوطني وإذا لجأت إليهم فستكون مسؤولا عن العواقب نافيسا كوشال هي أحد أوائل النساء اللواتي وشاركنا في التنظيمات السياسية وقد كوفئت بتوجيه تهديد بقتلها إنها تؤمن في عيادتها رعاية الطبية للنسوة وقد التقت بضحايا شتى أنواع العنف هذه المريضة قطعت أذنها وعائلة الفتاة رفضت البوحة باسم الفاعل كانوا خائفين ولم يقولوا من فعل ذلك وهذا يعني أن المعتد هو أحد الأقارب ولذا فهم خائفون المشكلة لا تكمن في طالبان فهناك ثقافة عنف كامن ضد المرأة الرجال يضربون النساء ويعذبونهن هذه هي الحال في جميع أرجاء أفغانستان وخصوصا في قندهار في طريق العودة إلى كابل تبلغنا أخبارا حول تعرض نساء لاعتداء في غزنة التي تبعد ست ساعات وقع الاعتداء في مدرسة للفتيات أعيد افتتاحها حديثا بعد سبع سنوات كانت أزدى عائدة من المدرسة إلى البيت عندما ظهر فجأة خلفها رجل يحمل أسيد بطارية أراد أن يرميه على وجوهنا لكنه لم يصبنا فرماه على ظهورنا أصاب الأسيد صديقتي كانت تصرخ وتمزقت ملابسها أصاب الأسيد وجه صديقتها وهي شديدة الفزع وتخشى التكلم هجيمة المدرسة بالقنابل الفتيات هنا تحت الحراسة المسلحة أما في كابل فتتوجه بيبي إلى المدرسة حاملة الحقيبة التي قدمتها لها اليونساف إنها الوحيدة بين أطفال زرمينا التي تتلقى تعليمها النظام الجديد يشجع الفتيات على العودة إلى المدارس لكن ثلاثة أربع نساء أمنيات وفي كل صف ثمانونة الميذة مدرسة بيبي بحاجة ماسة للمال لا يوجد كتب هنا عدد التلميذات في المدرسة يبلغ ستة آلاف تلميذة نصفهن من الأيتام أما مصير بصيرة شقيقة بيبي ابنة زرمينا فما زال غامضا في هذه الأثناء هناك المزيد من الشائعات حول عمليات اغتصاب بحق فتيات في شمال أفغانستان ممثلة الحكومة الجديدة لشؤون المرأة تقول لي إنها تلقت الرسائل من نساء متحمسات هذه الرسائل هنا من قندس وتقول إن لا أحد يقدم لنا المساعدة إنها تأتي على ذكر قضية أخرى متعلقة بنساء يشتكين من جنود في ميليشيات مختلفة إنهم يهاجمونهم ويقتلونهم ويغتصبون بناتهم لقد أخذوا بنات في التسعة والعشرة من أعمرهن من العائلات البشتونية واغتصبوهم وللتحقيق في هذه القصص نتوجه شمالاً ونعبر خط الجبهة القديم بين الشمال والجنوب من خلال نفق سلانغ نعبر المنطقة التي تسيطر عليها الجاميات وهي إحدى ميليشيات تحالف الشمال لقد نصب كمين لسيارة إسعاف هنا واعتد سبعة رجال على واحدة من أعضاء الفريق الطبي الغربي أخيراً وصلنا إلى المكان الذي ننشده مزار الشريف الخاضع لسيطرة إحدى ميليشيات قوات تحالف الشمال هناك تقارير عن عمليات اغتصاب لكن ليس لدينا المعلومات الكافية لننطلق منها في تحرياتنا لا أسماء ولا عنوين كان علينا أن نجوب ثلاثة أحياء بحثاً عن المعلومات لكن لا أحد يرغب في الكلام يضيق البحث أخيراً لينتهي في شارع واحد في مزار الشريف هنا قبل بضعة أشهر كان يتحارب جنود من فصائل متنافسة من تحالف الشمال على مركز الشرطة وفي استعراض للنفوذ والقوى هاجم عائلتين في الجوار توافق أحد العائلات على التكلم دخل الجنود بيتهم قيدوا الرجال وأخذوا النساء جانباً واحدة تلو الأخرى حيث رأوا جت الفتاة التي هي في الرابعة عشر طلبت من أمي أن ترافقني لأنني كنت خائفة فضربوها في صدرها وقالوا داعيها تذهب بمفردها جلبت أمي القرآن وجعلتهم يقسمون بأن لا يؤذوني لا قالوا لها لن نصيبها بأذى فنحن أيضاً لدينا أخوات وأمهات عندما أخذني إلى الغرفة الأخرى طلب مني قائدهم أن أجلس وعصب لي عيني وجعلني أستلقي وسدد بندقية نحو جبهتي عندما صرخت ثم ضربني هنا على صدري واغتصبني الأربعة اثنان منهم صعداء إلى الصطح وأصغرهم اغتصبني مرتين لكن الآخرين اغتصبوني مرة واحدة أحضرت جيتا إلى هذا المستشفى وتقول الممرضة التي علاجتها إن حالتها ليست الوحيدة إنها خائفة من إجراء مقابلة لكن الطبيبة التي علاجت جيتا تتحل بالجرأة الكافية لإجراء مقابلة أثناء فحصنا المريضة كانت هناك فتتان فقدتا عذريتهما إحدهما كانت غارقة في دمائها وكانت الخدوش تغطي قدميها وسقيها يبدو أنها قاومت بقوة وكأن اغتصاب المجموعة لم يكن كافيا فإن شقيقها وولدها يضربانها الآن فهي لم تعد عذراء لقد جلبت العار على العائلة هل كان الوضع أسوأ في حكم طالبان أم حاليا في الوقت الحالي الوضع أسوأ ففي ظل حكم طالبان لم يكن أحد يتحرش بنا أما الآن فلا قانون ولا نظام ولا أحد يسيطر على الوضع على كل واحد أن يهتم بأمنه الخاص تم اعتقال جنديين لاختصابهما جيتا لكن الاثنين الآخرين لا يزالان طليقين بعد أسابيع من الانتظار اقتنع العم أخيرا بالسماح لنا بزيارة بصيرة الإبن الكبرى لزرمينة لكنه لا يزال قلقا فزوج بصيرة لا يعرف شيئا عن زرمينة وقد يطلق بصيرة إذا عرف بالأمر تعيش بصيرة على بعد ثمانين ميلا جنوبية كابل وعلى بعد ستين ميلا من الحدود الباكستانية يتوقف الفريق للحصول على الإمدادات اللازمة وهي خمسة جنود يسيرون في المقدمة حيث أكد القائد المحلي حاجتنا إليهم قالوا لنا إنه يجب علينا اتداء البرقع فورا لأنه بالإضافة إلى رجال العصابات تتواجد القاعدة هنا الرحلة تتطلب ثلاث ساعات إلى الجبال والطريق ملغمة هذه منطقة القاعدة يبدو أن بصيرة تعيش مع الأعداء الجنود متوترون فقد تم احتجاز عمال الإغاثة هنا من قبل تنظيم القاعدة وهؤلاء الرجال حاربوا لإطلاق سراحهم نحن نصل أخيرا إلى مكان مجهول جاءت بصيرة إلى هنا بعد زواجها في سن الثالثة عشر بينما كانت والدتها لا تزال في السجن وهي لم ترى شقيقاتها وأشقاءها منذ ذلك الحين لعدم إثارة الشكوك يحرص أعضاء الفريق على إخفاء آلة التصوير لكن مينا المترجمة تحمل آلة تصوير وستدعي أنها صديقة للعائلة ها نحن أخيرا نلتقي ابنة زرمينا بصيرة إنها نادرا ما تستقبل الزوار وهي تسأل عن إخوتها وأخواتها وعن أمها فهي لا تعلم أن أمها ماتت وعلى مينا أن تبلغها بالخبر إنها تحاول إخفاء مشاعرها عن أقارب زوجها فهي لا تستطيع أن تخبرهم عن سبب بكائها حدث كل ذلك لأنه ما كان يتشجر عن ما الأمر؟ لماذا؟ حدثينا عن والديك تسأل بهدوء عن العلاقة بين والدها ووالدتها لم تكن علاقة جيدة كان يضربها ويركلها لقد حطم رأسها وكسر يدها ثمت شخص أخبر والدي أمام مجموعة من الناس لأن أمي ارتكبت فعلا شائنا مع رجل وقيل إن والدي سيضربها لكنه قبل أن يتمكن من فعل شيء قتلته أمي ماذا عن زواجها هي في سن الثالثة عشر؟ هل أجبرت على الزواج؟ أجل لقد دفعوا مقابلي ثمانين مليونا وأربعين مليونا مقابل شقيقتي لقد دفعوا ثمنا لها ثلاثة ألاف وخمسمائة دولار المرأة تسأل عن شقيقتها هل وجدوا زوجا لبيبي؟ هل تزوجت؟ لا فهي ما تزال صغيرة بصيرة هي الزوجة الثانية لرجل يكبرها بمرتين ولديها طفل واحد هي حامل بطفل ثاني ليس من السهل أن تكون المرأة زوجة ثانية لأي رجل إنني قلقة بشأن ذلك تغادر بصيرة المنزل بحيث تتمكن مينا من التقاط صورة لها لتريها لأخواتها وأخواتها ترجمة نانسي قنع في كابل يلتقي الفريق بأبناء زرمينا للمرة الأخيرة عمهم يقول إنه سيعتني بهم لكنهم أولاد مرأة جلبت العار وفي أفغانستان ذلك يعني أن مستقبلهم غير واضح يرسم ميلاد صورة لأمه أمي هذه أمي لماذا ترسم هذه الصورة؟ رسمتها فحسب أتعجبك؟ نعم لو رأيتما والديكما ماذا ستقولان لهما؟ سيسعدني أن أراهما سأقول لهما لنعود إلى البيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر